تتربص بضحاياها وبهدوء تام تنتظر اقترابهم لا تغطئ اهدافها وتصيب دون تمييز حرب الالغام او الحرب المؤجلة كما يطلق عليها لا تزال تحصد ارواح الابرياء في مناطق الحرب اكثر من 200 الف لغم هو اجمالي ما زرعت الميليشيا اثناء حربها على اليمنيين جلها في محافظات عدن وتعز ومأرب حصدت خلالها قرابة 400 شخص و700 جريح 6 جنود سقطوا ما بين قتيل وجريح هم احدث ضحايا الالغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي وصالح في محافظة عدن وتحديدا في منطقة بير احمد الاجهزة الامنية بدورها رغم امكاناتها البسيطة كانت قد شكلت 11 فريقا لكشف ونزع الالغام في محاولة للحد من ضحاياها الا ان تعدد مشاكل الالغام حد من قدرتها في حل المشكلة حيث تجد الفرق الهندسية صعوبة في ازالتها اذ انها تزرع بدون خرائط واضحة وفي مناطق عديدة وهو ما يجعل الحياة في تلك المناطق مهددة لعقود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة